السلام عليكم طلابنا الأعزاء وأهلا وسهلا بكم في عائلتكم عائلة أكاديمية العطاء الطبية وياكم الدكتور علي سامر إن شاء الله راح أكمل وأشرح وياكم سلسلة محاضرات الموليكيلر بايولوجي شوفوا يعني مصطلح جديد ومادة جديدة اسمها موليكيلر بايولوجي لازم حين نفسر اسمها أوكي وبعدين ندخل كل تفاصيلة وما شاء الله ما زمتكم يعني بيها هواية معلومات شوفوا كلمة موليكيلر معناها جزيئات بايولوجي علم الأحياء يعني إحنا ش راح ندرس راح ندرس هذا الإنسان أو راح ندرس الحيوان أو راح ندرس النبات أو راح ندرس البكتيريا أو راح ندرس الفيروسات أو راح ندرس كل الكائنات الحية اللي يضمن تصنيف البيولوجي ندرسها من الناحية الجزيئية حسنا تقولي شون تقصد من الناحية الجزيئية أقل لك أدرسها من الناحية الجزيئية من ناحية الجينات من ناحية الكروموسومات من ناحية البروتينات انا ادرسها من كل هاي النواحي ليش تاني هاي الجزيئات الاساسية المكونة لجسم الكائن الحي اوكي فاحنا راح ندرس molecular biology بالاسلاد الجاي هو انفهمنا شون يقصد molecular biology احنا بشكل عام راح نتركز على ثلاثة مواضيع اساسية ذنى المواضيع الاساسية راح نخلص به تقريبا 3 اربعة كورس اول شي هو الدي ان اي والار انا اوكي هذنى الجزيئات الوراثية من جسم الانسان بعد عندي كروموسوم كروموسوم اوكي وبعد عندي وبعد عندي البروتين تقريبا احنا تقريبا بشكل شبير راح ندرس لني الثلاثة مواضيع اوكي اوكي تعالوا يا خلينا اعرف احنا شنو شنو هو molecular biology كمقدمة على molecular biology شنو يقلي اقلم molecular biology علم الاحياء الجزيئية is the study هو يدرس او هو دراسة شنو biological molecules الجزيئات الحيوية مثل ما نقول اوكي اوكي او الجزيئات البيولوجية and the molecular bases of structure and function in living organism وكذلك يدرس molecular bases القواعد الجزيئية ما نتمنى ما الهياك للجسم وما اللي تسوي لك وظيفة ما الوظيفة الجسم زيان فهو شنو يدرس لك يدرس لك molecules الجزيئات والقواعد الجزيئة حتى الجزيئة كده يفصقوا يدرسه هو الهاي درجة واصلة molecular biology اوكي اوكي يعني احنا بكل اقتصار راح ندرس جزيئات زيان زيان the field هذا الوسط او هذا العلم شبي of molecular biology arose from the meeting point ركز يعني هو هذا مو علم وحدة والله هذا العلم نسميه molecular biology وحدة لا لا هذا عبارة عن meeting point عبارة عن نقطة ارتباط زيان نقطة ارتباط ما بين الجيني جينستاتيك جينستاتيك اللي هي الجينات او علماء الجين اوكي والبايو كيميستري كذلك علماء الكيمياء والفيزيكس اللي هم علماء الفيزياء اوكي اوكي فالهدف انه يربط لك يربط لك غير اللون شوية الهدف انه يربط لك علم الجينات ويا علم البيو كيميستري علم الكيمياء الحياتية ويا الفيزياء حلو حتى شنو حتى يفهمك حتى توصل للنتيجة النهائية انه انت تفهم الستراكتشار هيكل والفنكشن او ده جين يعني انا هدفي بهاي المحاضرات كلها انا افهم شنو هو هيكلة ووظيفة الجينات اركز انا هدفي واللي جاي انطيك المحاضرات ليش علم نفهم هذا الايم هذا الهدف اللي هو ستراكتشار فانكشن او ده جين زيان زيان فهو يقلك هو عبارة عن ميتنج بوينت بوينت نقطة ميتنج اتصال فهو عبارة عن نقطة اتصال ما بين العلوم المختلفة اللي هي الجينيتيكس الوراثة ما بين البايو كيميستري ما بين الفيزيكس الفيزياء وغير حتى نعرف شنو هو الستراكتشار ان فنكشن اوف جين زيان شنو هو القول شنو هو الهدف مال الموليكولر بيولوجي ركز the goal of the موليكولر بيولوجي هدف العلم الاحياء الجزيئية is to understand هو فهم هم ليش جاي يدرسون وليش سوونا علم وما لازم تحت عنوان الموليكولر بيولوجي حتى understand حتى انت كطبيب وعلماء البيولوجي وباقي العلماء يفهمون شنو understand يفهمون شنو يصير عملية نمو الخلية نمو الخلية شافوا لها علاقة بيمن بالجينات انو الجينات راح تتضاعف وتخلي الخلية تنمو زين فهم من سوو الموليكولر هي اللي أخذناها بالفصل الأول هي غير متخصصة راح تتخصص زين هذا التخصص مات غير لازم اكفاد يعاز اكفاد واحد يقلها يتفحق راح تخصصي زين فهو specialization عملية التخصص راح يكون مسؤولة عنها الموليكولر بيولوجي او راح يفهمنا عليها الموليكولر بيولوجي كذلك الموفمنت حركة حركة سوى حركة جسيم سوى حركة العضلات سوى حركة الخلايا كل هذا راح يفسرنا الموليكولر بيولوجي وبعد اجيلك interactions in terms of various molecules that are responsible for them يعني انا راح فهمنا راح فهمنا هذا الموليكولر بيولوجي راح فهمنا على اهم المصطلحات هاي المصطلحات ما الجزيئات هاي الجزيئات تكون مسؤولة عن ذن اللي اخذنا اللي الجين والكرو والبروتينات والر اي والد اي ان شاء الله احنا بهاي المحاضرات راح اتعرف عليه زين هنا احنا راح ناخد شي اسمونا central idea central idea الفكرة الوسطية او الفكرة المركزية او شي الصحولة صحولة central دقما central دقما مو دقما والقميز لا صحولة central دقما او شي الصحولة دي اي تو ارن احنا عيد هسا بالتفصيل تعالوا يا شنو السينترال دقما السينترال دقما هو نفس الجين اكسبرشن نفس التعامل او التعبير جيني اللي يقصد بانه الدي اي المادة الوراثية اللي اسمها الدي اي سوف تستنسخ الى مسنجر ار اي او بعملية صحولة عملية النسخ صحولة ترانس كوربشن ترانس كوربشن عملية النسخ وهذا المسنجر ار اي سوف يترجم الى بروتين بعملية صحولة لترانس ليشن لترانس عملية الترجمة فنفس اللي تون اخذنا بدي انا تو امر انا تو بروتين يعني هذا سوف يستنسخ الى هذا وهذا سوف يترجم احنا راح نخلص تقريبا خمسة الى ست محاضرات فقط نشرح ذن هاذا المخطط جا شفونه خمسة الى ست محاضرات بس نشرح كذلك نفس الشي انت عندك نواة وعندك سايت بلازم هاي موجود بالخلية ازيان هذا الدي انا هذا الدي انا جا يشوفونه سوف يستنسخ الى مسنجر ار انا بعملية انصح لترانس كربشن بعملية انصح لترانس كربشن وين في داخل النواة تتم عملية لترانس كربشن وين في داخل النواة وهذا المسنجر ار انا سوف يخرج الى السايت بلازم ويتحول الى بروتين بعملية صح لترانس لليشن فهذه الفكرة اللي صح له سنترال ايديا او صح له السنترال دوغما حلو الفكرة الاساسية او الفكرة المركزية ما للجينات او ما للموليكيلر بايولوجي الموليكيلر بايولوجي كله تختصر بهاي الصورة هاي الصورة تختصلك الموليكيلر بايولوجي انه انت راح تدرس الدي انا وتعرف شنو التفاصيل تدرس المسنجر ار انا وتعرف شنو التفاصيل تدرس البروتين وتعرف شنو التفاصيل بعدين ترجع شا سوي تدرس شلون الديان اي يتضاعف او شلون الديان اي يصير بها عملية ترانسكريبشن يتحول الى وتدرس شلون المسنجر اران اي يترجم ويتحول الى بروتين هاي هنا انا احنا راح ندرس تقريبا قلت لك خلص ستة لا سبع محاضرات بس ندرس الجين اكسبروشن التعبير الجيني او الاسم الثاني الى او الاسم الثالث الى دقما اوكي انو الديان اي سوف يتحول الى اران اي والاران اي سوف يتحول الى بولببتايت بولببتايت خلى فسر لك اياها شنو يقصد بيها شوف انت شنو عندك عندك اماينو اسد اماينو اسد انه مثل طوبات صغيرونة زين مثل الطوبات صغيرونة احنا الناتج النهائي ما لهاي العملية شوفوا الناتج النهائي ما لهاي العملية مو بروتين الناتج النهائي العملية هذا هذا هاي شوفونا هاي الدعابل زين هاي الدعابل شو الصحولة يصحول أماينو أسد أحماض أمينية بعدين هاي الأحماض الأمينية ترتبط سوية شا تكون لي؟ تكون لي بولي بيبتايد بولي متعدد بيبتايد الببتيدات هاي هي الأماينو أسد صحولة بيبتيدية حلو؟ فمتعدد الببتايدات زيان؟ هاي البولي بيبتايد هي عبارة عن بروتين زيان؟ هاي بس أريد أشعلكم إياها زيان؟ ما لا علاقة بهاي الفكرة زيان؟ هس الفكرة هاي عربناها اشتوانصر عندي عملية ترانزوليشن ركز الـDNA تحول إلى مسنجر RNA طلع المسنجر RNA بره صالة ترانزوليشن تحول إلى بروتين في الساعة بلا عزين زيان؟ هنجي نقرأ هذا الحاتش هنا يقل لك يقل لك It's estimated that humans has 30,000 genes It is estimated that each gene codes for at least for polypeptides which can be explained by splinking شوفوا احنا ناخذ فتس بس هاي الفقرة شوفوا والفقرة هاي تعرفوا على مستقبل لانسا والله ما راي دا دوقكم بيها راح ناخذ التفاصيل مع البولوبيبتايد وتفاصيل مع الكودز والكودات وهاي التفاصيل كلها هوايا يقل لك يا بالحد الان اكتشفوا وستميتد انو الانسان بيه 30,000 جين يجد بالانسان اكو 30,000 جين او هاي الجينات سوف تتحول إلى بولوبيبتايد خلي اعبارك هاي الجينات سوف تتحول إلى بولوبيبتايد زي اكو شي اسمت genetic code genetic وراثي code شفرة فاكو الشفرة الوراثية شنو هي الشفرة الوراثية؟ شوفوا هي مثل شفرة من 1,2,3 نقول 1,2,3 هاي الشفرة هي عبارة عن قطعة من الـ DNA ركز هي عبارة هاي الشفرة هي عبارة عن قطعة من الـ DNA زي هاي الشفرة سوف تتحول إلى بروتين اكيد راح تمر بالبداية تتحول إلى ميسنجر اراني بعدين تتحول إلى بروتين فالجينتك كود كذلك راح ناخذ عليه محاضرات وخواية اللي هي شنو اللي هي is the sequence of نيوكليوتايت in DNA شنو دكتورو شن دا وقتنا شنو نيوكليوتايت شنو الـ DNA شو حابي هاسا احنا راح نشرح بالبارة تام المحاضرة شنو نيوكليوتايت هاي 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 المنطقة مثلا شي صحولة الصحولة نيوكليوتايت هاي المنطقة شوفونا هاي هاي الثلاثة الصحولة نيوكليوتايت هاي هاي تركيب كله الصحولة نيوكليوتايت فالـ DNA يا عزيزي يتكون من العديد من هذني يعني كل دياناي بي يعني بهواية هواية من ذني زيان مثل ما شفت هنا هانا كل دياناي بي ذني هواية من عند منعتنا شوف كل دياناي بي هواية من هذني سموه نيوكليوتايت زيان من النيوكليوتايت فيه الدين عبارة عن تعاقب واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة هذني هذا الكود هذا الكود يحدد الاماين واسدين بروتين يعني شنو يعني هذا الكود اللي موجوده هنانا عفو يحدد لك هاي الدعب اللي الصغيرون الموجودة بالبروتين شراح يكون اسمها شراح يكون حجمها شراح يكون رقمها زيان فهذا الكود اللي قلت لك واحد اثنين ثلاثة على سبيل المثال الموجود بالدييني هو راح يحدد لك هاي الدعب اللي الصغيرون شنو اسمه وشنو حجمه اللي موجودة في البروتين اللي اسمها اماينو اسيد زيان خلصنا هذا الستاعد اكو عندي شي اسمه مودولز اوف بايولوجيكال سيستم يعني الجهاز البيولوجي شفوه يعني انت شنو عندك الكائنات رحية شنو الكائنات رحية اما بتكون انسان انسان يعني اذا الانسان يقولولي animal cells اوكي animal cells خلايا حيوانية اللي خلايا الانسان وغيرها او عندك بكتيريا او عندك بلانس خلايا نباتية او عندك ييتس اللي هي الفطريات او عندك شنو او عندك بكتيريا عندك شنو عندك الالج اللي هو او الطحالب زيان او عندك شنو او عندك فيروس طبعا تعرفون ان الفيروس هو كائن غير حي هاي شنو هاذ الفيروس يلعب لعب كائن غير حي ايه كائن واحد ما يقدر يسوي شي اللي يدخل الى الخلية اللي يصر حي يعني هو ميت يدخل الخلية يصر حي بينما البكتيريا يجوزت على ميزمالتك او على ايدك هست القملائيين البكتيريا جا تحرك زيان بس الفيروس لا الا اكو خليلة فانا اجي اقولك انه اكو فيروس اكو بكتيريا اكو ييتس يست اكو اكو انامال سولز اكو بلانس سولز زيان زيان شنو يفيدني بالبيولوجيكال سيستيم انه مثل انا رح اخذ خلال الانسان ازرحها سوي لك واشوفها تحت المجهر رح اخذ خلال سرطانية كذلك ازرحها واشوف جاية الضاعف الكانسر سيل كالتشر زراعة كانسر خلال سرطانية كذلك ستم سيلز الخلالات جذعية اللي درسناها رح ناخذ هاي الخلالات جذعية ونفصلها حلو ونشوف شون جاية تتكاثر شون جاية تطور كذلك رح ناخذ مثل البكتيريا شنو هاي البكتيريا بروكاريوت بروكاريوت معناها بدائية النواة زين نشوف ما لاته انقسام الخلية نسألها فالتفاعلات مختبرية سحولة بروتو اه برو تو تروف اكس تروف فالتفاعلات كيميائية وفصل على اوساط زراعية ان شاء الله تعرفون عليها بالعمل هالا مو مهم هو جا يقولك انه اكو فت بايولوجيكال كائنات حية احنا راح تفيدنا بدراسة علم الموليكولر علم الاحياء الجزيئي اللي الفيروس البكتيريا اليست الانيمول والبلانت زين فس تعالي للمهم هاذا السلايد هو شنو رابط الوراثة او رابط الموليكولر بيولوجي ويا المدسن ويا الطب شنو رابط هنثنا اكيد لازم اكو رابط لان اذا ما اكو رابط احنا ليش ندرسه زين احنا كطب ليش ندرس الجينو تيكس الوراثة او ليش ندرس الموليكولر بيولوجي لازم اكو هدف الهدف خليك تصر عليك انه اكو امراض هواية كل شو هواية امراض تقريبا 3000 واكتر من مرض زين ذن الامراض السبب مالتهم انه الجين مو زين الجين خربان الجين او الجين هذا ما اخذينه من الابوين يعني اكيد واحد عنده جين هذا الجين ما اخذه من ابو ابو الجين مالتهم تتعبان لذاك راح طال واجه الجين مالتهم تتعبان وخربان زين فراح تصور عندي امراض نتيجة هذا الخلل او الدفكت الصعير بالجين حلو حل فتعالوا نقرأ اكتر الامراض هي تنتج من تداخلات تداخلات بيئية يعني اشتون يعني واحد اليوم صار عصب كلش وضعت طاقة شنو طاقة ارتفاع ارتفاع بضغط الدم فصار عنده ضغط الدم صار عنده ارتفاع بمن بضغط الدم او واحد دخل بصدمة وصار عنده سكري زين دي ام سكري لان الصدمة هيا سوت لسكري ولكن جسمه بيئة القابلية حتى يصير سكري الجينات مالتا تكون ضعيفة الجينات مالتا بيها الدفكت بيها فت مشكلة بحيث بصرعة صار شنو بصرعة صار عنده اه سكري او صار عنده ضغط فاكو environmental factors او environmental influences تداخلات ام بيئية راح تتعارك او تتداخل interacting تتداخل مع من مع الانديفيجول جينيتيكس ميكاب مع الجينيتيكس المادة الوراثية مع الشخص زيان زيان شي صحو له هاي صحو له جينيتيك بريدزبوزيشن جينيتيك بريدزبوزيشن معناها انه الشخص معرض للمرض للمرض وراثيا يعني شنون يعني انا اقل لك هسان عن نفسي انه من من ولدت اوكي كان ابوي عنده شقيقة فاني شنو اه كان يعني مثل ما اقول انه جسمي الجين ما المسؤول عن الصداع او مسؤول عن الشقيقة موجود ولكن بعد ما متحفز زيان من ظلت استخدم الايبايد هواي من ظلت استخدم الجهاز هواي من ظلت ادرس هواي اه تحفز مثل ما اقولها هاي environmental influence هذا تداخلات بيئية هذا قبل هذا هذا الضعف مال environment والضعف مال جين زيان اللي عندي تولدت عدي الشقيقة صارت عدي الشقيقة اوكي فهذا انا شنو انا معرض جينيا حتى يصر عندي هذا المرض اوكي اوشي صحولهم مرات صحولهم genetic suspectability القابلية او الاحتمالية الجينية انه هذا الشخص احتمالي يصير به كذا مرض اوكي هاي صحول الاحتمالية الجينية على سبيل المثال high blood pressure high عالي blood pressure ضغط ضغط الدم العالي اللي صحولها hyper tension ضغط الدم هذا شافوا الى علاقة جينية انه اذا كان الشخص ابوه بضغط العفوه كذلك رح يصر بعقدة نفسية زين زين are not a marginal group يعني هاي الامراض ما تكون marginal تكونوا بشكل هامش والله كتشفوها لا هاي الامراض لازم يجيبون الجينات ويدرسون الجينات ويحددون الجينات وكذا وكذا ويعرفون كل مرض ياجين مسؤول عنه على سبيل المثال down syndrome متلازمة down او متلازمة المنغولية متلازمة مثل متلازمة 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 معرفان متلازمة مشاكل القلب هاي كلها شافوا انه اكفاد جين او اكفاد كروموسوم حددوا انه هذا بي المشكلة اوكي هو هذا اللي بي المشكلة جينيتيك كونسولينج is generally offered يعني الناس يمتى يرحون الى جينيتيك كونسولينج اللي هي الاستشارة الاستشارة الجينية او شخص هو اختصاص شنو اختصاص طبيب استشارة جينية او الاستشارة بالجينات او الاستشارة بالوراثة يمتى يرحو لي يرحو لي period to marriage قبل الزواج ليس ليس عفوا ليش حتى يشوفون هذا الشخص حامل في المراض او هاي المرأة حاملة في المراض لان اذا تزاوجه وممكن يجيبون اطفال يموتون ممكن يجيبون اطفال معوقين وممكن يجيبون اطفال لعتم امراضه هواية فشافين انتوا الفحص قبل الزواج اكو هواي فحصات يساونا قبل الزواج فحصت دم وغيرها او اذا ارادوا يحملون يعني المرأة التحبل اوكي الحمل حتى شي يشوفون يشوفون يابه هاي المرأة هاي حاملة بمن يعني طفل هذا يكون حامل لفدمراض او لا زيان زيان امراض شائعة مثل ثلاثيميا مثل فقر الدم المنجلي مثل حساسية الحنطة يعني هو مثل حساسية الادوية لاني امراض كلين وراثية اوكي ينتقل من الاباء الى الابناء احنا بهدفنا ندرس شنو الموليكلر بايولوجي الجزئات او الوراثة الجزئية الجزئية اللي هي راح تعرفني على هاي الامراض ايقلك جين تيرابي اكو علاج جيني اكو علاج جيني انه على مستوى الكروموسومات والجينات يدخلون الدكاتور ويعالجون هذا المرض يعالجون هذا الخلل فجين تيرابي هو يستخدم لتصحيح الخلل اللي صاير بالجينات حلو اوكي اوكي اكو عندك مصطلحاتين انا كلمة تيرمينولوجي معناها مصطلحات بس هو منطق تعاريفين منطق فقط تيرمينولوجي واساميهم هس انا اكتبوه نوياي راح انطق كل واحدة شنو تعاريفين ركز به شوفوا ياي الجينوم هو عبارة عن مجموعة من الجينات يعني انا منوح اقول ان جينوم انتو خلوا ببالكم هو عبارة عن مجموعة من الجينات زين شنو الدي اناي هي عبارة عن المادة الوراثية اللي موجودة في الجسم بالتحديد وين موجودة موجودة في النواة زين هاي الدي اناي هاي الدي اناي اكبوها قطعة شوفونا هاي القطعة الصغيرونة هاي القطعة لأشرته هاي القطعة شي صحولة هي صحولة جين زين فهسا الدي اناي هي عبارة عن المادة الوراثية لجسم الكائن الحي ما عدل فيروس اكبو فيروسات لا اكبو فيروسات ما تحتوي على دي اناي راح نشرحها شوية زين فالدي اناي هو عبارة عن المادة الوراثية المادة الوراثية التي او الموجودة في جسم الكائن الحي بالتحديد في الخلية بالتحديد في النواة والقطعة الصغيرة منها تسمى جين الجين هي عبارة عن قطعة من الدي اناي هاي الجين يكون مسؤولة عن تكوين بروتين يعني كل قطعة من الدي اناي يكون مسؤولة عن تكوين بروتين على الذاوي وهاي القطعة مسؤولة عن تكوين بروتين حمودي وهاي القطعة مسؤولة عن تكوين فد بروتين كذا فكل قطعة من الجين مسؤولة عن تكوين بروتينز زين شنو هو الار اناي الار اناي هو عبارة عن المادة التي تعمل وظائف مختلفة في النواة والسايتوبلازم زين هاي الوظائف المختلفة مثل من تعمل كمرسال سمونها مسينجر ار اناي كمرسال وين في عملية الجين في عملية التعبير الجيني اللي ناتجها تكوين بروتين زين شنو الكروموسوم تعالي انت مو عندك دي اناي زين هذا الدي اناي اذا تجمعت دي انايات وهوية 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 دي انايات تجمعها سوية تجمعها دي انايات وهوية سوية وياها فد بروتين اسمه هستون شانتعرف عليه يصحون كروموسوم شو صحولي صحولي كروموسوم فهذا عرفنا الجينوم هو مجموعة من الجينات الكروموسوم هو عبارة عن مجموعة من الدي انا الدي انا هو عبارة عن مجموعة من الجينات حلو وهذا الجين يكون مسؤول او كل جين يكون مسؤول عن من مسؤول عن بروتين تصنيع بروتين مختلف زيان خلوها ببعلكم شو هناخذ هالسي راح ناخذ النيوكليك اسيد النيوكليك اسيد اللي هي الأحماض النووية اسيد أحماض نيوكليك نووي راح نتعرف على الأحماض النووية هناني فد مقدمة ناخذ الدياناي ناخذ الاراناي وناخذ فد شي اسبه نيوكليوتايد اللي أنا وضحت لك نيوكليوتايد هو التركيب أو الطابقات اللي راح تبني الدياناي والاراناي زيان تعالوا يا نيوكليك اسيد اكير انتو فورمز راح ألقي نيوكليك اسيد انتو فورمز في شكلين ياما اسمه دياناي ياما اسمه الر Tang دياناي ياما اسمه عن اختصارات �د كلمات طويلة الدياناي اختصار المن لدي اوكوسي أو رايبو انيوكليك اسيد دي أوكسي رايبو انيوكليك اسيد سكر منقصوا الأوكسوجين اوكي والاراناي هو اختصار للرايبو انيوكليكسيد سكر بـ اوكسوجين شن السكر منقص الأوكسوجين وشن السكر بـ اوكسوجين تعرف عني بالمحاضرة الجاية زيان زيان فهيal-DNA وال-RNA الودي Oxyrymoneucleic Acid والRiponeucleic Acid زيان اقل لك Both DNA and RNA are polymers of nucleotides هل فاسروا لك اقل لك ال-RNA وال-DNA اثنينات ان عبارة عن حلقة من ال-nucleotides شنو nucleotides مو قلت لك انا كل DNA واران اي هو عبارة عن هاي الحلقة حلو اللي شنو سميته سميته نيوكليوتايد هاي سميته نيوكليوتايد نيوكليوتايد من يم تكونه من جزيئة فوسفور وقاعدة نيتروجينية وسكر زيان قلت لك نشرحها بالبارت الثاني المحاضرة زيان دي اي is the molecules of hereditary يعني الدي اي هو عبارة عن جزيئة الوراثة او الجزيئة الموروثة in all souls في كل الخلايا ما للكائنات الحية ما عادة عندك استثناء some viruses ما بيها دي اي وانما شنو وانا بيها RNA يعني بعض الفيروسات تعرفونا عليهم بالمحارثات ان شاء الله بيها RNA وليس الدي اي زيان RNA molecules are synthesis on a DNA templates and participate in protein synthesis and cytoplasm انا فسر لك اياها في دوافهم تعال اهنان اهنان نمسح حتى نفصلها ايش قال لك قال لك الRNA هو منين يتصنع يصنع من الدي اي زيان شوف الدي اي عبارة عن شريطي انا راح استنسخ هذا الشريط استنسخه يطلع لي شنو يطلع لي RNA زيان ويقلك الRNA الى علاقة في تصنيع البروتينات هسا مو موجودو هنا بالتفاعل فاكيد الى علاقة في تصنيع البروتينات زيان زيان فهنا جاي يقلك يا ابا ترى الRNA مولكوز جزئة الRNA هي تصنع من الدي اي تيمبلتس مني من الدي اي اوكي اوكي او ايضا هي يعني تساعدني او تفيدني بيمن بالبروتينات عملية تصنيع البروتينات وين بالسايتوب لازم تعال لي مو عبطن خليتلك هاي الصور شوف في السايتوب لازم تتم عملية تصنيع البروتينات شوف البروتينات تكون وين في السايتوب لازم زيان بعد شنو عندي هنا خلي نشرح هاي وهاي او نتوقف الباقة نكملة بالبارت الثاني بس اهم شي احنا قدنا هذن البارتين العفو هذن الاسلايدات اللي راحا الدي اي الدي اي هو عبارة عن double stranded holics شنو معنى double stranded holics double stranded holics او spiral subtractor او antiparral antiparral شنو antiparral شنو نسباني جاي احجا هاذا تعال وايا الدي اي متكون من شريطين اوكي متكون من شريطين هذا الشريط وهذا الشريط الثاني زين فالديناي متكون من شريطين هذا الشريط وهذا الشريط الثاني الشريطين ذني واحدة عكسة ثانية يعني بالتركيب الجزيئي واحدة عكسة ثانية ورح تفهموني نشتون بالمحاضرات الجاية فأنت عندك واحدة يسمونها right handed وواحدة يسمونها left handed left handed الإيد اليسرى right handed الإيد اليمني زين فأجيلك يا بتر أجيلك right handed right handed يعني هاي هذا التركيب من الدياني يكون شنو يكون anti-parall anti-parall معناها معاكس معاكس المن معاكس لل left handed بالتركيب الجزيئي مالته زين وشي يكون يكون double strand helix جاي شوف هاي واحدة او هاي واحدة ثانية double strand شريطين يأخذن شكل حلزوني spiral subtraction زين يقول لك يا با هاز الدياميتر بيها فالدياميتر فالقطر هذا القطر وحتى جدا غريبة اسمها انغستروم انغستروم عشرين انغستروم فالوحدة قطر موجودة اوكي عشرين انغستروم اللي يتعادل يكد تعادل ثنيا نانوميتر جاي شوف تعادل ثنيا نانوميتر هذا القطر مال الدي اناي زين زين يقلك بينما اذا اجد اشوف شو 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 يقلك makes complete turn every 34 انغستروم انغستروم يعني شو يعني كل 34 من هاي انغستروم يعني كل 3.4 نانوميتر المسافة يعني هو مشي المسافة هاي صاعد 3.4 نانوميتر شو حصر بي راح complete turn راح يلتف حلو جاي نشوف التف وكل واحدة شقد تطول كل واحدة تطول 3.4 نانوميتر هاي المسافة طبعا والله المسافة ممكن لش مهمة بس شنسو لازم نقراها زين شنو يقول بعد اقلي the distance between adjacent nucleotide is 3.5 انغستروم يعني شنو يعني المسافة ما بين هاي نيوكليوتايد وغاي نيوكليوتايد حلو المسافة ما بين هاي نيوكليوتايد ثلاثة بوينت أربعة انغستروم اوكي 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 يعني يعني واحدة مصطفى فوق الثانية زين والله يعني مثل ما اقولكم معلومات صعبة لان ما تقدر تربطها وانحنا جاني درس شي جدا صعب اللي هو أصغر 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 بألف مرة من الخلية خلية قد صعبة كانت لنا صغيرونة هو شي كل ما يصغر كل ما يصعب دراستة فالخلية قد كانت صعبة لعن صغيرونة هسا جاني درس شي أصغر بألف مرة من الخلية لنا كمان البارت الأول من المحاضرة طبعا هاي المعلومات إن شاء الله أكون وضحت الفكرة الأساسية وانت ما مطالبين إنه تجي تحفظ لي molecular biology is a study of biological molecules and الحد النقبة ومعج لا تتفهمش شنو حشان هسا تفهم إنه يا بي إحنا ليش نبدلس البييولوجي ندرس الموليكي حتى نعرف شلون الخلية تنمو حتى نعرف شلون الخلية تنقسم حتى شون تتميز زين شنو هاي central dogma أو genital dogma شنو نصر الDN يتحول إلى RNA والRNA يتحول إلى بروتين هاي مهمة كذاك لازم تعرفها شنو هي الكائنات الحية فيروسات وبكتيريا وخمار و و و و و بلانت زين ليش أحنا ندرس الجينات وشنو علاقتها بالطيب وضحتها لكم هنا إنه عدنا أكثر من 3000 مرض هاي الأمراض كلها إلى علاقة جينية زين وشنو عدنا في المصطلحات اللي هنه الجينوم كروموسوم DNA جين RNA لانه كلهن لازم أنت تعرفون شنو تعريف هن وش رح تألكم زين الNucleic Acid عرفنا شنو الNucleic Acid الأحماض النووية اللي هي عندنا وعين عندي عمّا DNA مع RNA وكذلك DNA عرفنا مواضيع يعني شغلات مو كلش مهمة علي زين بالبارد الثاني إن شاء الله نكمل باقي المحاضرة أي سؤال عدكم أي استفسار رح أكون موجود بالخدمة مع السلامة ترجمة نانسي قنقر